السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا اليوم راح اجاوب على سؤال مهم جدا انا ما جاوبتش عليه بالفترة الماضية ولكن سؤلت عنه واخ عزيز سألني عنه مرة ثانية فلازم اجاوب عليه ليش انا ما بعمل توقعات اللي هي توقعات سنوية زي ما كنت اعمل زمان وليش ما بعمل توقعات شهرية او توقعات اسبوعية او الامور هاي ولكن الاهم هي توقعات السنوية انا ليش بعملهاش ان شاء الله راح اجاوب عليها بعد ما نخلص من حلقتنا لهذا اليوم في اخر الحلقة باذن الله تعالى اليوم توقعاتنا اليوم الاربعة 26 نيسان ابريل وهاي الحركة الفلكية المفصلة لهذا اليوم طبعا القمر موجود في برج السرطان اليوم خلو المسار راح يصير عند منتصف الليل بتوقيت جرينيتش ولكن القمر راح يظل موجود في برج السرطان لغاية صباح يوم الخميس طبعا القمر موجود في منزلة النثرة الان هو عبث الحلقة اللي هو مساء يوم الثلاثاء وهي للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج ورح ينتقل القمر لساعة تسعة وثلاث عشر دقيقة من مساء اليوم الثلاثاء لمنزلة الطرف وهي منزلة للمضرة وللمشاكل يعني هي طاقة القمر نزلة اليوم ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة عشرة واثنين وخمسين دقيقة من مساء اليوم الاربعة لينتقل القمر بعدها لمنزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو القمر موجود بالسرطان طولة اليوم معناته ما زلنا بنشعر بقوة العاطفة في خلال اليوم برضو بنحاول خلق جوم من الأمان إنه لا أحبائنا من ميل لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنا من يظرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية أو رسائل أو ذكريات حتى يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا لأنه بالفترة هاي بنشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب الانتقاد نظرا لأن حساسية الأطراف الأخرى بتكون في أوجها بوسعنا شراع عقار أو زراعة نبت ما أو شجيرة أو الانتباه أكثر لأطفالنا وقضى وقت ممتع في البيت أو المناسبات العائلية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا الزوايا البطيئة ما زالت هي المؤثر نفسها نفسها هي أول زاوية زاوية التزديس الإيجابية بين الشمس وبين زحل وهي مستمرة لغاية يوم ثلاثة خمسة طبعا تتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وعندنا قدرة عالية جدا على تحمل المسؤولية تمنحنا القدرة على السيطرة على الذات والمتابرة والجدية والفطنة والحس بالواجب وبرضو هاي بتساعدنا في النجاح بكثير من الأمور وخصوصا ببعض المعاملات والأرباح والمعاملات العقارية ممكن نحقق نجاح بالعمل وعلاقاتنا بتكون جيدة مع الأباء أما بالنسبة لدوليا فهي بدل على اهتمام الحكومي بمؤسسات الدولة وكذلك الصناعات الثقيلة وقطاع الفلاحي وقطاع التعدين والمناجم واستقرار في أمور إلها علاقة بالبورصة والقيم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين عطارد وبين المريخ وهاي مستمرة ليوم ثمانية وعشرين أربعة بيسود شعور عام بالويام فبسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات مع الأحبة بتشجعنا على القيام على المبادرات وبتزيد من نشاطنا الجسدي والفكري كما أنها بتمنحنا المهارة اليدوية والدقة والسرعة في أداء الأعمال بتدل على اهتمام وسائل الإعلام والصحف والجرائد بسياسة البلد العسكرية وتطوير مستوى الجيش وتحسين أوضاع العسكر ورجال الأمن وممكن تشهد هذه الفترة تزايد في تنقلات الجيش من مكان لآخر في نفس البلاد وبرضو بتركز الصحف على قطاع الصناعة وتحسين أوضاع العمال والقطاع الصحي في البلاد وكذلك اهتمام بالميادين الرياضية وتنظيم الأعمال والمباريات والمواسم الرياضية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين المريخ وبين أورانوس وهاي برضو مستمرة لغاية يوم 7-5 منكتسب الشجاعة لاتخاذ قرار حاسم في حياتنا بتزيد من إصرارنا وشجاعتنا وميلنا للمجازفة والسرعة بتدل على نشاط أكبر في الرحلات الجوية وازدياد مداخيل الخطوط الجوية الوطنية اهتمام الدولة بتطوير الأسطول الجوي أو العسكري ومحاولة تطوير قطاع الصناعة وتطويره بإدخال التقنيات الجديدة والمكينات الصناعية الحديثة مثلا بيتم يعني بعض الناس بيتمتعوا بحرية أكبر في التعبير وبيحققوا ذوي القطاع الخاص أرباح مهمة بفضل مجهودهم ومثابرتهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها هو ضايل زاويتين بطيئات وهم سلبيات ما زالوا تأثيراتهم قائمة طبعا أول زاوي هي زاوية تربيع سلبي وهي الأخطر لأنه هاي لسه مستمرة لغاية 22-6 زاوية التربيع السلبي بين المشتري وبين بلوتو وقلنا أنه هاي بتدل على خسارة مالية وظهور عقبات غير متوقعة على المستوى المادي أو الاجتماعي علينا مراقبة تصرفاتنا ونفقاتنا فوضعيتنا ممكن تتضرر بشكل خطير أما دوليا فهي بتدل على تحولات اقتصادية خطيرة ممكن تضر بخزينة البلاد وممكن يقع اضطراب في القطاع الاقتصادي والمالي بالخصوص وبتتراجع مدخيل البنوك والمؤسسات المالية بشكل يصعب التحكم فيه لابد من وقوع أزمة على المستوى العقائدي بالخصوص لأنه ممكن أنها تقوم بعض الجماعات المتطرفة أو الإرهابية بعمليات تخريبية وممكن تقع تفجيرات أو حرائق من طرف أيدي خفية بتهدف لزعزعة استقرار البلاد أو بيتم اغتيال شخصية هامة أو أحد رجال الدين في ظروف غامضة وهناك احتمال وقوع بعض الكوارث الطبيعية كالحرائق اللي بتتعلق بالغابات أو الزلازل وخصوصاً في الدول اللي بتقع على خط الزلازل وبرضو ممكن تجدد نشاط بعض البركين أما بالنسبة للزاوية التي تليها من الزوايا البطيئة وهي الأخيرة هي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين البلوتو وهي مستمر تأثيرها لغاية 28 أربعة بسبب هاي زاوية بتثور أعمال عنف ومواجهات إلها علاقة بالنيران والمعادن وبرضو بتعزز التسلط عند البعض وبيحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين ابتضع عقبات في طريق نجاحهم وبتسبب عدوات خفية كما بتزيد من حدة شهوانيتنا واللي ممكن إنها تضر بصحتنا وبرضو بتسبب أمراض شوي ممكن يعاني منها الشخص أكثر ويأخذ وقت أطول للاستشفاء بتدل على وجود مؤامرة ضد حكومة ما سواء داخلية أو خارجية وقيام الحكومة بالتعبية ضد بعض الجماعات الإرهابية أو اللي بتحاول زعزعة الأمن والاستقرار هناك احتمال وقوع حوادث كالحرائق والظواهر الطبيعية كالزلازل والبركين والتعرية أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل طبعا في زاوية ذكرناها يوم أمس ولكن لأنها في آخر يعني منتصف الليل إحنا ذكرنا أنها هي رح تظلها مؤثر لغاية ساعات الصباح هي من الآن وعد بث الحلقة ولغاية الصباح متشكل يعني قائمة ذروتها الساعة 11 و 46 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وهي زاوية التزديس الإيجابية بين القمر وبين عطارد نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة لنشاط الذاكرة وسرعة البديهة وهي الزاوية بتزيد من خيالنا وبتقوي ذاكرتنا ومنطقنا بتمنحنا كفاءة بالأمور التجارية بصير عنا ثقة بالنفس أعلى منتقلق بفضل سهولة التعبير وبرضو بتدل على حركة السكان المتزايدة في هذا اليوم ونشاط في المواصلات وخصوصا الداخلية منها كما إنها بتركز وسائل الإعلام على دور المرأة في المجتمع وكذلك مواضيع الشباب والتربية والتعليم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون الساعة الثلاثة وثمان دقائق صباحا بتوقيت جرينيج يعني برضو تأثيراتها من يعني بعد قليل يعني بعد ساعتين وثلاثة بتبدأ تأثيراتها من موعد بث الحلقة وبتستمر لغاية ساعات الظهر هاي الزاوية بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منكون فيه يفضل بسبب هاي الزاوية إما أنه بناخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من الجديد أو أنه بنحاول أنه نضبط أعصابنا قدر الإمكان اللي بكونوا محبطين عاطفيا عند أي انتقاد أو توجيه أي لهم أو مشكلة أو عتاب بثور ثورة عارمة من الغضب ما بيتحملوا أي كلمة هاي الزاوية بتجعلنا عدوانيين كثير مبغضين للنساء تحديداً وخصوصاً الذكور بتزيد من خيالنا تدفعنا لأقصى الحدود بالخيال الخاص بتسبب لنا خصومات مع النساء ويستحسن أنه ما نقوم بأي عمل مهم وعن حاول أنه نأخذ راحات أو ضبط أعصاب الزيادة عن اللزوم هذا التحول بدر جداً بأمور إلها علاقة بالصحة وخصوصاً الصحة النفسية أما دولياً فهي بدل على استياء الرأي العام من ضغوط رجال الأمن الوطني وهبوط في معنويات عمال قطاع الصناعة أو الصحة وقلة مردوديتهم وبرضو ممكن أن يشهد هذا اليوم ازدياد أعمال عنف وخصوصاً ضد النساء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس إيجابية راح تكون بين القمر وبين أورانوس وهي ذروتها الساعة 6 و45 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش يعني تاثيراتها من منتصف الليل ولغاية ساعات العصر هذه زاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك برضو بتمنحنا أفكارنا أفكار فريدة مبتكرة ممتعة وفي متعة وتسلي غير متوقعة بتصير معنا خلال هذا اليوم بيزيد اهتمامنا بالعلوم العصرية والتكنولوجيا والتطور المرعب اللي بيصير في العالم وأمور الها علاقة برضو بتطور التلفزي والسينما وبميل يعني من ميل لكل شيء مدهش وغريب بدل على استحسان الرأي العام والشعب لما يلاقيه من حرية في التعبير احترام للحريات وخصوصا حرية المرأة وبيشهد هذا اليوم نشاط في حركة الخطوط الجوية وزيادة في مردودية الصناعات الدقيقة وقطاعات القطاعات الخاصة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري وهاي راح تكون ذروتها الساعة 9 أو 8 دقائق مساء بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها بتبدأ من ساعة العصر وبتستمر لغاية صباح يوم الخميس يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا تجعلنا نرى مشاريعنا بحجم أكبر من حقيقتها بنثق في وعود غير واضحة أو ممكن نتقبل اقتراح غير منطقي بدنا نكون متيقضين في نفقاتنا ونتجنب الإفراط في الأكل لأنه ممكن هذا يعرضنا لمشاكل إلها علاقة بالأمعاء عسر هضم تخمي ألم معدة قولون أشياء هذول الأشخاص اللي بعانوا من هاي الأمور وخصوصاً للقمر كمان في السرطان فمعناته عرض لكثير مشاكل إلها علاقة في الجهاز الهضمي هاي زاوي برضو بالدل على استياء الرأي العام من تراجع وضعيتهم المادية نتيجة تراجع مداخل الدولة أو تقاه قر في مداخل المؤسسات المالية والبنكية وزيادة في أسعار بعض المواد خصوصاً الغذائية منها أو نتيجة سن بعض القوانين الجديدة المتعلقة بمدونة المرأة أو تشغيل الأطفال أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تتليث إيجابية وهي الأخيرة ما بين القمر وما بين نيبتون وهاي ذروتها ساعة 11.40 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش يعني تأثيراتها من ساعات المغرب ولغاية صباح يوم الخميس هاي الزاوية بتعزز الخيال الخصب أوبيق والحدث وعليف أن أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن ديكور تجميل وهذا الوقت مناسب للراحة والاستجمام وتغيير الجو بتزيد من حساسيتنا رومانسيتنا بتمنحنا كفاءة عالية خصوصاً للأشخاص اللي بيعملوا في مجال الفن أو الروحانيات وبرضه بتدل على حسن حال المشتغلين بالقطاع البحري والصيد والصناعة المرتبطة بالسوائل يعني زي المشتقات النفطية مثلاً أو أي شيء له علاقة بالسوائل وبرضه بتزيد مردودية تكرار أو تكرير النفط والصيدلة وزيادة اهتمام الناس بعقيدتهم ودينهم أما بالنسبة للحدث اللي ما بعد هاي الزوايا هي خلو المسار للقمر خلو المسار رح يبدأ الساعة 11.40 دقيقة مساء من مساء اليوم الأربعاء ورح يستمر خلو المسار لغاية الساعة 6.29 دقيقة من صباح يوم الخميس لينتقل القمر بعديها لبرج الأسد هذا بيعني أنه الفترة المذكورة من ساعات المساء اللي هي عند منتصف الليل لغاية ساعات الصباح فترة سلبية لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال الأعمال اللي بدأنا فيها قبل خلو المسار يعني يا بدأنا فيها قبل خلو المسار وإجا خلو المسار منكمل أو كنا عقدين النية على عملها ومتفقين ما قبل خلو المسار وإجا وقت خلو المسار بالوقت اللي إحنا محددينه كموعد توقيع عقد موقع زفاف موقع سفر موقع أمور مهمة مثلا كان الاتفاق والتخطيط وتثبيت الموعد ما قبل هيك ما في أي مشكلة ينعمل في وقت خلو المسار إذا ما كان في مجال التأجيل طيب هسا بالنسبة لتحليلي لهاي الخرطة أو لهاي الزوايا الممتزجة نحكي إنه ما بين إيجابية وسلبية فمنلاحظ إنه بدل مع تراجع طارد إنه لازم نضبط عصابنا اليوم إحنا حسسين الزيادة عن اللزوم الغضب موجود المشاكل راح تكون كثيرة خصوصا العنف ضد النساء ما منستقبل أي كلمة أو أي انتقاد صحيح إنه لو التزمنا بأمور الضبط النفس والأمور إنه نتحكم بعواطفنا وتقلب المزاج عنا معناته اليوم منقدر ننجز كثير من الأمور اللي ذكرناها اللي فيها إيجابيات وممكن أن نحقق نجاح لا بأس فيه ولكن ما زالت الأجواء لا تصلح لتوقيع العقود أو مشتريات مقتنيات ثمينة إلا إنه ندقق يعني مثلا أنا بدي أشتري سيارة وفي تراجع لعطارد أو بدي أوقع عقد مع شركة وتراجع لعطارد وهي الزوايا السلبية يعني ما أوقع يعني أأجل الموضوع إذا بتقدر تأجل الموضوع أجله إذا ما بتقدر تأجله ومجبر على فعله معناته بدي أتفقد العقد بدي أستشير أهل الاختصاص بدي أستشير رجال القانون بدي أدرس البنود بشكل جيد أشوف الوضعي والتزامي بقدر أسدد ولا لا يعني كل الأمور بدي هيصير لأنه هو أساسا بيعمل خلل في التركيز بعديها بوقع هي المقصود إنه دائما من يقول إنها فترة تراجع عطارد والزوايا السلبية إنها بتشكل نوع من أنواع الاضطراب فما مننصح بهاي الأمور لأنه كثير من أسما بتستشير كل الناس بتفكر حالها إنه خلص اللي بفكرها هو الصحيح لا هذا كلام هذا فلك ما بنوخذ فيه المشروع ناجح السيارة هيها موجودة خليني أوقع العقد وبعدين بقول يا ريت أنا ما عملت لا أنت خذ بالأسباب أنا هي الموضوع للفلك إنه هو بعطيك تحذيرات مش هو بتحكمش بالكون مش أنا اللي بتحكم بالكون مش بجبرك على إنك تتبع رأيي ولكن أنا بحذرك إنه ماشي بدك توقع على عقد روح وقع على عقد ولكن قبل ما توقع العقد يعني بنصحك ادرس بنوده بدك تتزوج اتزوج ولكن راجع نفسك اضبط أعصابك اعرف شو بدك تشتري رتب معاملاتك وأوراقك وكل متطلبات الفرح وما تعتعمدش على حد لأنه ممكن يخذلوك هذا الشيء ممكن يوصلك للعصابية والعصابية توصل لمشاكل وممكن المشاكل تفرط الزواج أو تعمل مشاكل مستقبلية ما بينك وبين الزوجك يعني بمعنى آخر كل شيء بعلم الفلك هو استدلالي يعني أنا بدلك على نقاط القوة ونقاط الضعف أنا ما بدي إياك أنك أنت تأخذ بالكلام بدون ما تفهمه يعني حاول أنك تحلل الأمور بعقلانية أكثر علم الفلك هي تأثيرات بتلعب في كيميا الجسم في كيميا الدماغ زي ما ذكرت في الحلقات الماضية لما ذكرت تأثيرات الكواكب هي بتلعب بهذه الأمور بتستفزك بتعصبك بتخليك حساس بتخلي الأطراف في الكون حساسين أي كلمة ممكن تعصبهم معناته ما أمزح معناته ما أحاول أني أنا أستفز الناس هذا المقصود من الأمر عشان هيك خذ من كل جوانب الزوايا ودمجها مع بعض عشان تعرف شو تعمل وبعدين نروح على التوقعات اليومية شوف القمر بيعزز إيش عندك وإيش اللي ممكن يكون نقطة ضعف ويستفزك بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا طبعاً الأكثر حساسية عندنا المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي والمبيض والرحم والمهبل الثدي وغشاء الجنب والصفاق والجهاز اللي انفاوي وعضم الصدر هدو الأكثر حساسية معناته اليوم بتنندير بالنا على الأمعاء تماماً من التلبك والبرد والأمور اللي أي شيء بهيج الأمعاء بدك تدير بالك منه هذا واحد اثنين اللي بدهم يعملوا عملية تجميل يعني أنا ما بنصح بعملية التجميل لأنها بتطلب تركيز يعني مغامرة ومخاطرة حتى لو كان الطبيب شاطر والمستشفى ممتاز ولنسبة الفشل 10% حط حلك 1 من 10% لأنه بدها تركيز زيادة عن اللزوم فما بالك أنه أجأ خاطر وهي شغلة ما بتتصلح إذا الأشياء ما إلها آثار جانبية يعني عمليات تجميل ما إلها آثار يعني سلبية اللي تكون واضحة وتشوه المنظر روح عملها ما فيه أي مشكلة ولكن اللي بدهم يعملوا عمليات تجميل حساسة جداً إلها علاقة بالأنف أو إلها علاقة بالفك أو إلها علاقة مثلاً المعدة قص المعدة هسا المعدة إحنا منقول أكثر حساسية واليوم منحذر من مشاكل إلها علاقة بالمعدة ويروح الشخص بده يعمل قص معادي أو ربط معادي أو أي أمر من هذه الأمور طب ما هي كلها مش راكبة ليش أنا أغامر ليش أخاطر إذا فيه مجال أأجلها يعني بأجلها يوم اثنين ثلاثة أسبوع شهر أنا هذا الأمر بأيدي وهي صحتي ليش ما أجلهاش يعني ولا هي جكر بدي أعملها بدي أعملها خلاص أنا صارت حجز الموعد ودافع الفلوس تزف الفلوس المهم صحتك هذا المبدأ ليش بقول لك أنا هو بعطيك إشارات بعطيك إرشادات يعني لما بقول لأنه ما في مجال للمغامرات المالية وما في مجال في زوايا بتشكل بتعمل تداهور بالوضع المالي وأجي أنا بدي أروح أنا والله آه هاي الذهب كوي السعر وبدأ روح على الذهب طيب يا عمي ماشي بدك تأخذ الذهب رح يخسر مرة مرتين ثلاثة وأنتي مش تريب مثلا وبعدين ماشي بده يرتفع هو بده يرجع يرتفع يعني رح تعوض ولكن أنت الفترة هاي أعصابك كتت فيها المغامرات بالعملة المغامرات بأي إشي له علاقة بالسوق المالي عشان هيك بنقول إحنا لا تصلح في فترة تراجع وطارد لأنها فوضى ما بين صعود ونزول وانتوا شايفين الوضع كيف بتطور والزاوية اللي أنا نبهت منها اللي إلها علاقة بالخسارات المالية الدنيا بلشت تنهار يعني اقتصادا الرجال المحاسب الأشخاص اللي بيشتغلوا فيه من قطاع المحاسبة والاقتصاد اللي بتابعوني يعني انتوا أكثر ناس بتعرفوا شو الإنهارات اللي قاعد بتصير وهذا إشي قاعد بتسارع مرعب جدا الأمر مش سهل يعني علم الفرق علم دراسي تحليلي مش علم والله أنا جيتك شنت وفيها مئة وخمس وسبعين دولار ونص آه لا بدأ تجيك هذا أصبح قزعبلات ودجل وكنادر وتياسي يعني فيش إشي من هذا الموضوع طيب بالنسبة للعمليات التجميلية العمليات التجميلية ذكرناها طبعا هذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح هذا اليوم لقص الشعر التجميلي الصبغ الحنة القص العلاجي ممتاز جدا بالنسبة للأشخاص اللي بيسألوني عن الحجامة الحجامة هذا الشهر من أفضل الأشهر للحجامة اللي هو الفترة هاي اللي إحنا فيها ولكن مش هاي الأيام انتظر لعند اكتمال القمر دائما الحجامة بفترة اكتمال القمر اللي هو ما قبل اكتمال القمر بيومين واكتمال القمر وما بعد اكتمال القمر بيومين ليش؟ لأنه هاي الفترة بصير مد في سواءل الجسم الدم بيكون زيادة عن اللزوم فيه ضغط عالي جدا في الجسم فهذا بيضمن لك نجاح الحجامة أكثر في فترة القمر وهو صغير هلال مربح شغلات زي هيك لسه الدم ما تحرك في الجسم فعشان هيك نسبة الفشل بتكون عالية وما بتستفيد من الحجامة يعني هي فقط انت طلعت شوية الدم وكبيتها في زبالي خلصنا عما انه كفايدة علاجية لا لا انت تنتظر لا مراحل اكتمال القمر بدر وزي ما قلنا الاكتمال القادم رح يكون مناسب جداً بالنسبة لخلو المسار طبعاً ذكرنا الانتقال للأسد في حلقة الغد ان شاء الله بنذكره أما بالنسبة لانحسار المربع ستة أيام اليوم طبعاً اليوم اليوم السادس فلكياً الساعة سبعة وواحدة ثلاثين دقيقة صباحاً بصير سبعة أيام نسبة الإضاءة اليوم في ساعات مساء يوم الأربعة بتصل لأربعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم واحد وعشرين خمسة سعيد الآن بنسبة ثلاثين في المية القمر في السرطان حتى يوم سبعة وعشرين أربعة سعيد الآن بنسبة عشر في المية ولكن في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة خمس وعشرين في المية وبيكمل طيلة اليوم بنفس النسبة عطارد في الثور بيتراجع حتى يوم خمسة عشر خمسة منتحس بنسبة أربعين في المية الزهرة في الجوزاء حتى يوم سبعة خمسة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية المريخ في السرطان حتى يوم 21 خمس سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 16 خمس سعيد بنسبة 15% وزحل في الحوت حتى يوم 17 ست سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو حتى يوم ثلاثين أربع سعيد بنسبة خمستاش في المية طيب بدنا نجاوب على السؤال الآن اللي هو أنا ليش بطلت أعمل توقعات سنوية أو توقعات شهرية أو أسبوعية وهي تحديدا السنوية بالبداية خلينا نحكي عنها وبعدين منحكي عن الشهرية لأن المرتبطات في بعض يا إخوان يا أحبتي أنا أنتو اللي بتابعوني بيعرفوا أنا ما بجامل بتوقعات ما في عندي إشي اسمه أعطيك إيجابيات وخفف من السلبيات عشان أنت أشحنك طاقة إيجابية وتصير أنت مبسوط بالحياة هذا الكلام عندنا إحنا بعلم الفلك خطأ في إشي إيجابي بقولك في إشي إيجابي في إشي سلبي لازم أذكر لك كل سلبيات يعني لازم أذكر الإيجابيات ككل ولا أذكر السلبيات ككل هذا الشيء طبيعة البشر هي بتبحث عن الأمل أو فسحة الأمل بالأبراج يعني الأغلبية العظمى من اللي بيسمع الأبراج هو بده ييجي تقول له بدك تتجوز وجايك فلوس وجايك عقد عمل وبدك تسافر وتهاجر وبدك مش عارف إيش يعني كلام النصب والإحتيال يعني أنا بدي ألف له شيء مش موجود طيب أنا لما أنا أشوف أن الأمور فيها قضايا وفيها السجن وفيها انكسار مالي وخسارات مالية وانفصال عاطفي ومشاكل ومشاحنات عائلية أي أي إيجابية بدأ عطيك إياها يعني أجأ أقول لك عن واحد منهم لا إيجابي عشان تيجي آخر السنة أو في نصف السنة تقول لي كذبت كذب توقعاتك خطأ أنت بتخربط وبتخرط علينا وبتخربط وهاي شعودي ودجل ومش عارف إيش ليش طيب أحط حالي في هذا الموقف في مليون واحد بنزل توقعات كلهم بنزلوا بعملك البحر زي ما بقولوها بلغتنا مجافي يعني مزارع يعني حقول يعني فواكه يعني محاصيل مكاسب وبتيجي أنت من أول ما تبلش السنة بتقول لي على هالسنة اللي بلشنا فيها من أولها بلشنا بوضع مزري طب أنا رجل يعني إيش أعمل يعني أقولكم لا أنا بدي أعمالها خلاص إن شاء الله تعالى إن ربنا أراد يعني وأنه عشنا لنهاية السنة رح أعمل توقعات ولكن رح أكتب لكم عليها التوقعات السلبية لعام الفين واربع وعشرين فقط هيك على الغلاف على أساس أنه اللي بديد بأسا اللي بديد خل يشوف التوقعات السلبية إذا فيها إيجابيات هي يتفاجأ إنه والله أنا عامل إيجابيات لأنه الناس ما بدها أنا أحكي بالسلبيات إحنا عمستوى توقعات يومية ومنقول إنه القمر في بيت متاعبك هذا اليوم متعب بيجوا أصحاب البرج بيسبوا علي إيه أنت ودمرت نفسيتنا وإحنا بدنا طاقة إيجابية وفيش معقول ولا أي شي كويس إنت بس بتحكي عشان تحبطنا بدنا نروح نسمع غيرك طيب روح نسمع غيري يا أخي أنا طيب شو أعمل يعني أكذب حالي يعني ولا أكذب علي أنا ما بكذبش أضع علم ربنا يعني أنا ذا كذبت في هذا العم بتحسب من رب العالمين يعني لأني عارف الصح وخبيته فهاي النقطة اللي أنا بتخليني إني أهرب عن أي شي ممكن يكون في سلبية مطلقة يعني أنا شايف الأحداث يعني شايف السنة هاي شو فيها من أحداث بدي أجاولكم تزدهر البلاد والسلام سيعم والأوطان ستعود بإعمارها وهذا طيب ماشي أوكي ماشي صارت طيب ما فيه دماره فيه التفجيرات وفيه خسارات مالية وانكسار دول وانهيار دولي واغتهيلات وانقلابات وثورات ووووى ونروح فيها هاي وتآمر من وراء من تحت وفوقه من جنب الطاولة من كل الجهات قاعد بصير حوالينا أي إيجابية بدي أعطيك إياها يعني أنا اللي رح يغلب على الساحة لأنه إحنا اللي بأثر علينا السلبية أكثر ما بتأثر علينا الإيجابية أنت إذا عرفت السلبية بتعرف تستغل وتنجع ولكن إذا عطيتك إيجابية بتندفع مع الإيجابية وبتخسر في النهاية أنت الخسران مش أنا الخسران أنا إذا بدأ جمع لايكات وحكي وكلامه مش عارف إيش عادي واملوك الأبراج واملوك هذا اليوم واملوك مشعار العاطفة العشق الأوحد بأعمل لكم غلافات زي هيك بس أنا برضو هذا يعني حتى لما يجي الشاب بده يعمل الغلافات ويحط القلب والعمجي والمشعار في إيش هاد بتقول له رجاء خلي كل إشي بتكتبه من الحلقات لا تحط اللي أشياء الأشياء تكون يعني اللي يشوفها بس عشان يدخله بعد ما يدخله يسب عليه لأ أنا بدي نفس اللي أنا بنحكى جوه هو اللي ينحط على الغلاف من بره بدك تشوقهم شوقهم ولكن أعطي مفاتيح للحلقة إيش هيك هذا السبب اللي بيخليني أنا أبعد عن التوقعات طويلة المدى التوقع اليومي ماشي بتتحمله لأنني أنا بقول لك مثلا القمر يومين وربع وبعدين بدي ينتقل للبرج أولا بتحملها اليومين وربع بتحملها خمس أيام إذا كان بمراحل المقابلة ولكن أنا لما أجي في شهر كامل أجي أقول لك والله هسا موليد برج الجوزاء بدهم يتعبوا لأنه الشمس دخلت على برج الثور وعطارد ويتراجع في الثور في الجوزاء هذا الشهر دمار على روسهم طب ما تبعين الجوزاء بدهم يسبوا علي حتى لو أنها دمار عندهم حتى لو أنه ضغط عليهم وحتى لو أنه الوضع شو ما كان ضغط بالنسبة لهم ولكن ما رح يتحملوا مني لأنهم جايين يسمعوا أعطيهم أغير لهم الجول أعطيهم أمل طب أنا الأمل هذا اللي بدأعطيهم أخربها على راسه بالزيادة ليش أعطيها يعني لا بدأ أنبهه كمان آه لا هذا شهر مش ممتاز بدك تنتبه فيه هاي الحمام يجد صارت تزمرلي على الشباك سامعين هدي للحمام عاي بترد السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آخ يالله بعين الله حبايبي أنا طولت عليكم معلش ما احنا قلنا هاي الحلقات بدنا نأخذها للقرقرة ولا كشف الأمور ولا التحليل ولا المنطقية ولا العقلانية وشو يعني علم الفلك فبدنا نشرح كل الأمور وبرضو احنا قلنا احنا على خطة قادمة إن شاء الله وإن شاء الله بس كملوا لي أنتوا الجواب أنتوا بتكون نشرحها بحلقات خاصة اللي بتتعلق بعلم الفلك وشرح الخارطة والزوايا والكواكب يعني حلقات منفصلة عشان تقدروا ترجعوا لها يعني زي مرجعية ولا بدكم من خلال هاي الحلقات كل يوم نمسكنا مسألة ونصير نحكي عليها فيارت تتفاعلوا مع هذا الموضوع وتكتبوا اللي بناسبكوا عشان على حسب أكبر عدد ممكن من الآراء رح أخذ بالموضوع هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر